مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال التقس المرتقبة لنهار الغد فالأجواء ستبقى ملبدأ بسحب كثيفة سفلة مرفوقة بأمطار احتمال أن تكون رعدية هذا على المرتفعات الداخلية وحتى السواحل الوسطى نشاط رعدية على السواحل الشرقية بالجنوب الجزائري سيمتد نشاط رعدية احتمال دائما أن يكون مرفوقة ببعض الأمطار بشمال الصحراء منطقة الوحات مناطق الجنوب الغربي للوطن لكن هذه الأمطار ستكون أكثر استمرارية ورادية فيما يخص برج برج مختار إنسا خلال هذه الليلة وليصبحت تلغى درجات الحرارة الدنيا ستنخفض مقاييس ببين 16 إلى 20 درجة بشمال الوطن تتعدى 25 بشمال الصحراء 30 درجة بأدرار 29 بإنصالح 22 درجة بمرتفعات الهوغار 29 درجة بأقصى الجنوب ظهيرة الغد بحويلها الحرارة القسوى إذن تتروح ببين 27 إلى 28 درجة بالمدنة السحلية 23 درجة ببتنة 26 بقسنطين نصطيف 24 بالجلفة 25 درجة بتسيرت والبيض لن تتعدى 34 بشمال الصحراء 42 درجة بإليزي 43 بأدرار إنصالح 37 بطن نرسة واجنت لتقارب إذن 40 درجة بأقصى الجنوب للملحة والصيد البحري عموما البحر سيبقى قليل الإتراب على طول الشرية السحلي سلعة الرياح لن تتعدى 20 كم في الساعة على سواحل المسطة والشرقية 30 كم على سواحل الغربية هذا بالنسبة للنهار الغد بالنسبة للأيام القليلة القادمة إذن يوم الجمعة سحب كثيفة ستنتشر على المناطق الغربية وحتى الوسطى مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة هذا على المدن السحلية بالسواحل والمرتفعات الداخلية نشاط رعادي بمنطقة الوحات وحتى بصحراء الوسطى درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 30 بشمال الوطن 32 درجة بشمال الصحراء 42 درجة بأقصى الجنوب يوم السبت بحول سحب كثيفة دائما تبقى منتشرة بنسبة للمدن السحلية نشاط رعادي على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية بجنوب الجزائري استقرار تام للوضعية الجوية حتى درجات الحرارة القصوى تبقى مستقرة بالشمال وبالجنوب بداية الأسبوع القادم بحول السنة شادثا تساقط لبعض الأمطار دائما ستكون من حين إلى آخر هذا على المناطق الغربية والوسطى نشاط رعادي على المرتفعات الداخلية الشرقية هذه الأمطار ستمتد إلى شمال الصحراء لكن الأجواء مشبسة تماما بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي للوطن بصحراء الوسطى أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما انخفاض ضد المقاييس 24 إلى 28 درجة بالمدن السحلية 30 على المناطق الداخلية 30 بشمال الصحراء و40 درجة بأقصى الجنوب شرق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها نهار الغدس سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا 35 دقيقة عنوين مصلحة أرصاد للجوية تبقى دائما في الخارج